عاصمة بدون قسدير يقول المسؤول الأول عن المدينة والقابعون تحت أسقف البنايات الهشة يردون تصريحات بأن ما تبقى من البنايات القسديرية بعد القضاء على حي الرملي لن تخيف إلا أن ما وقفت عليه كاميرا الشروق الإخبارية بالحي القسديري ببولوغين يعكس ذلك تماماً حي يضم مئات البيوت القسديرية لم تلتفت له الهيئات المحلية ولا الولائية ولكم أن تتخيلوا سبب تركهم هنا في هذه المعاناة وحتى هذا الأصم أراد أن يبلغ أنينه على اللوعسه على مرأة العين تنتشر البنايات القسديرية كالفطريات فهل ناظري المسؤولين لم تصل إلى هنا؟ أم أن سمعة البلدية جعلتها منبوذة من عمليات القضاء على القسدير بها؟ ترجمة نانسي قنقر